ترجمة نانسي قنقر لإنجازاته في مختلف المجالات لتكاتفنا جميعا أعضاء فريق البحرين الواحد نستطيع أن نحول الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز لطالما كان وما زال نهج صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محط أنظار العالم بأسره في كيفية إدارة مختلف الملفات المهمة في إطار تنمية وتطوير أسس الدولة القائمة على التشريعات والقوانين هذه الجهود الدؤوبة التي خطها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشعار العمل في ظل فريق البحرين الواحد خدمة للوطن والمواطن وتلبية لطموحات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها جلالة الملك المفدى قراءها وشاهدها وسمع عنها المجتمع الدولي بأكمله الذي أعجب بهذه المساعي ومنح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جائزة القيادة من قبل منظمة سيثري الأمريكية تكريما لإنجازات سموه حفظه الله في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بقيادته الحكيمة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا التي حققت نجاحا مشهودا ومحل تقدير دولي منها منظمة الصحة العالمية لقد أثبت المجتمع البحريني على مر السنين بأن عزمه وعزيمته يمكنه من تجاوز وتخطي التحديات وأننا اليوم نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية التصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين فقد سطر سموه قصة نجاحا تدرس في كيفية تحويل التحديات إلى إنجازات فقد تمكنت مملكة البحرين بعطاء أبنائها المتواصل في الانتصار على كوفيد-19 وهذا ما تحدثت عنه الأرقام الخاصة بعداد الحالات اليومية التي ما زالت تسجل انخفاضا ملحوظا في عداد الإصابات وارتفاعا مشهودا في أعداد الحاصلين على التطعيم وذلك في سبيل تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى المناعة المجتمعية معا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائما ما يؤكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البحرين بأمريكا الصديقة وما تستند إليه من عمق تاريخي وتعاون ثنائي مستمر في مختلف المجالات منحت جائزة سيثري الأمريكية أيضا لسموه تقديرا لدوره في تنمية وتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو مجالات أوسع ونظرا لما يبديه سموه من اهتمام متواصل في العمل والتنسيق المشترك نحو تعزيز العلاقات وتنميتها بما يلب التطلعات ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وهذا ما تترجمه زيارات سموه ولقاءاته المتواصلة مع مختلف الجهات الأمريكية ولأن قيم التسامح والتعايش تشكل جوهر العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدة عمل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ هذه المفاهيم التعايشية بين مختلف فئات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وزرع نبتة تمسك البحرين بروح التسامح والتعايش بين جميع أبنائها وأديانهم وطوائفهم المجتمعية ومد يدها البيضاء لجميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والصعاب ليعم السلام والاستقرار العالم بأسره